الأصدقاء الأحباء الأخوة الأخوات أحييكم بكل تحية تحبوها صباح الخير مساء الخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتمنى لكم أمن ويسر وحياة سعيدة في كل مكان أينما كنتم حيثما كنتم إن شاء الله اليوم هنتكلم على الحلقة نمرة 11 في مجموعة فاتفادة خمسة إلى خمسة تتكلم عن حريتي وعشرون مدلولا عليها بنشكر الأستاذة آيابو زينب على عرض الشرائح أما بالنسبة للصورة التي أمامكم هذه فأشرح أنا فيما بعد إن شاء الله وأنا بشرح الشرائح في تعريف الحرية ومدلول الحرية إلى آخر طبعا نحن بنتابع ما حدث في تونس الحبيبة منذ يوم أو يومين وكتصل بي أحد شباب أعتقد أمس لأنني نزلت صورة عن لقائي مع فخامة المشير عبد الرحمن صورة الذهب وأنا كنت في المكتب بتاعه بعد ما ترك رئاسة الجمهورية للسودان فكان بيمزح معي هذا الشاب أستاذ جامعي هو يقول لي هل ده مناسبة ما حدث في تونس تقول لي ما عرفش إيه اللي حدث في تونس ولا أريد أن أربط ما أقوله اليوم بما حدث ويحدث في تونس الحبيبة وتمنى لأهل تونس أن يصلوا لحل المشاكلهم الداخلين هذه المحاضرة بدأت كفكرة كفكرة وأنا باتصل أو اتصل بي أحد الأصدقاء اللي أنا أعرفوا من أكتر من أربعين سنة أستاذ أسامة محمد وكان بيكلم معايا في مواضيع كتيرة وراجل من الناس الفاهمين العمل الاجتماعي والعمل الخيري العمل الاقتصادي كذلك في وسط كلامه معي ذكر كلمة واحدة اسمها الحرية أنواع كلمة دي استوقفتني كثيرا وجعت لتني إن أنا أكتب هذه المحاضرة كان الكلام ده يوم 22 يوليا يعني من تقريبا أسبوع قبل ما كان يحدث أو ما حدث في تونس الحبيبة فبدأت أكتب منذ هذا اليوم في كيف أرى الحرية وبدأت أرسم الصورة اللي أنا وردها لكم قبل كده دي صوت المرأة دي وبعدها بيوم تقريبا قرأت رسالة لأحد أنواع تقالين الذي نفق أسرهم بعد أن مكث في السجن ثلاث سنوات دون ذنب أو قرم أو شبهة وحينما أفرق عنه مكث في بيتيه تحت الإقامة الجبرية ثلاث سنوات أخرى لا ستعن خروج من بيتي وتخيلوا إن كان هذا البيت شقة وهو سجن آخر فهذا الشاب بعد أن فقد هذه السنوات الست من عمره كتب على صفحتي هذه الكلمة التي استثرتني وهو يقول فيها كما كتب أو كما قال الحرية ليست في وجود الشخص خارج السجن أو خارج البلد الحرية حرية البلد كاملة أو يمكن حرية جيل على الأقل ونسبدا أن تكون البلد كلها شيئنا ما بين هناك مساجين كثيرون داخل عقلهم هم مسجونين داخل عقلهم لن يتحرروا أبدا ثم خاتم رسلته قائلا الحرية لزملائي في زنزاناتي زملائي في السجن والوطن والحياة هذا ما كتبه الشاب الذي خرج بعد أن سجن بدون ذنب ارتكبوا أو جرم ارتكبوا لمدة ثلاث سنوات ومن يومين انتصل بي أحد الأصدقاء وقال لي قصة شاب في ثلاثين من عمري هرب من بلدي لكثرة متابعة السلطات الأمنية له كما يهرب الكثيرين من أجل لقمة العيش هرب هذا الشاب وسافر من بلد إلى بلد بمركب بشاحنة بقطار إلى أن وصل إلى فرنسا وفي فرنسا أراد أن يأتي إلى بريطانيا والسلطات الأمنية تطارده بالقطار وكما احنا شاهدنا للحجزين الأشياء كثيرا في خلال الأربع أو الخمس سنوات الماضية والعياذ بالله والأسف سقط تحت القطر القطار أقلاء القطار وبترت إحدى ساقيه فكان بطر هذا الساق هو ثمنا لحريته وخروجه من بلدي ويعتقد وغير يعتقدون أنهم حينما يأتون لأوروبا وأمريكا أن هذه بلاد الأمن والأمان والعسل واللبن والاستقرار والفضة والذهب إلى آخر لكن الواقع غير هذا ولهذا السبب أنا كتبت هذه المحاضرة ما بين كلمة التي قالها الأستاذ أسامة محمد عن أنواع الحرية إلى هاتين هذين مثالين للشخصين الذين أحدهم كانوا في السجن والثاني كان يهرب من الدولة الغاشمة البوليسية وهذا ليس له على الإطلاق علاقة بما يحدث في تونس الحبيبة التي لابد أننا كلنا ندعو لها من الأمن والأمان والاستقرار ورخاء إن شاء الله شعب جميل بلد جميلة الناس طيبين ربنا يوفقهم جميعا هذا ما كتبت بعد المكالمة التلفونية بيني وبين الأستاذ أسامة محمد في كيف أنا شخصيا أرى الحرية أنا شخصيا من اللي أتكلم عن نفسي أنا ما أردش كتب كيف أرى الحرية الحرية بالنسبة لي أنا هي قدرتي على فعل الشيء الذي أريده أو الذي تريده أنت عايز تعمل شيء أعمله ده حرية الحرية في نظري أنا هي الأمان الشخصي مع من أتحدث أتحدث مع فلان في الشارع دون أن أخشى أن يكون مراجل أمن أو استخبارات أو جسوس إلى آخره الحرية الحرية حينما تصبني حالة السكون وأنا أحاول أن أحدث تغيير مجتمعي إيجابي في بلدي لأن أنا حاسس أنه أنا بعمل هذا التغيير مجتمعي الإيجابي أنه ما فيش حد هتعقبني عشان يسجني أو يعرض أبنائي وزوجاتي وإخواتي وأقاربي وأصدقائي للأذى أو يقتلني حتى على الأقل أو يعذبني أو أو إلى آخر كيف أرى الحرية هي القدرة على الإنتاج أنا حر فأنا منتج أنا حر ممكن أن أكون مبدأ أنا حر ممكن أن أكون مبتكر فالاتكار والإنتاج والإبداع هو العكاس الحقيقي لما دون الحرية بداخل فؤاد الإنسان الحرية هي طريقة الأمثل والوحيدة لبناء المجتمع القادر على المناء النهضة وبناء الحضارة الحرية هي الراحة النفسية والطمأنينة والسكينة إمتى التي يشعر بها المواطن هناما يعيش في وطن حر أنا مطمئن عندي سكون مرتاح لأن وطني حر أستطيع أن أمشي فيه بحرية الحرية الحرية هي تطبيق العملي لانتماء لإيه؟ لوطن بيحترم كينونة المواطن يعني يعتقد أن هذا المواطن هو له كينونة ولا بد أن تحترم الحرية في قوة البلاغة في التعبير يعني مدى حريتي هي أيضا منطقية في الحجة هناما تكون عندي حجة يكون لها منطق ويكون عندي دليل يكون له معرفة هي دليل ومنطق وقوة وبلاغة وتعبير هي دليل و هي بلاغة ومنطق ومعرفة وحجة و هي قوة البلاغة في التعبير والمنطقية في الحجة والدليل في المعرفة تعبير وحجة ومعرفة في ما نقول هي الخوف من الفشل عدم الخوف من الفشل بمعنى إيه؟ بمعنى أنا ما أقرأش أن أنا أكون في الشغل اللي بشتغل أو في الجامعة وأفشل مش هترفض هيكون فيه ناس بيحاسبوني لكن مش هارفدوني مش هايسجنوني مش هايشاردوا أولادي مش عيب إنسان يخطئ الحرية الحرية أيضاً هي الإصرار على محاولات النجاح مرة واتنين واسمع لك الوطن اسمع لك الدولة اسمع لك المجتمع إنك تحاول مرة واتنين وثلاثة وخمسة وعشرة عشان لما تروح الأولمبيك لما نرى في الأولمبياد دلوقتي الناس اللي بيأخذوا المدارية الدهبية هو إنهم اللي حاولوا مرات ومرات وعشارات المرات ومئات المرات وألاف المرات يبقى إيه هي الإصرار على المحاولة للنجاح أشعر أنا بالحرية وأنا بأدفع عن وطني أنا حر ما حادش هيتعلم إن أنا إرهابي إن أنا مضطرف إن أنا صدامي إن أنا إن عزالي إن أنا يسميني تسمية من التسميات الغريبة دي كلها أنا بأدفع عن قيمة قايدة ما حادش حايت تهمني وأدفع عن طريقي ما حادش حايت تهمني بأدفع عن ثقافتي ما حادش حايت تهمني بل بالعكس وطني ومجتمعي ودولتي حتساعدني وحاددفع عني وأنا بأدفع عن القيم والتريق والثقافة والوطن مدلول الحرية أيضاً بنتكلم فيه كيف أرى حرديتي العزة ما اكتسبها منين من عدم التخوف من المجهود يبقى الإنسان بيتكلم وعرف إنه ما فيش جهة بترقبه علشان تكيد له بالسوء الحرية في تطبيق القيم أنا عايز تطبيق القيم بتاعتي اللي بقى أمم بها عادة أعيش بالأخلاق اللي أنا تربط عليها في المسجد وفي الكنيسة وفي المعبد وفي البيت وفي المدرسة إن فيه مرجعية ومحاسبية لكل فرد فينا مش المجموعة دون مجموعة وفئة دون فئة ومستوى دون مستوى الحرية في المسألة والاستجواب والتمحيص والدفاع اللي على الجميع ممكن أن أساءل وأستجوب وتمحص كل ما أقول في نفس الوقت أدافع وأنا بأساءل وأستجوب أدافع عن وطني وأواجه أعداء الوطن ده معنى مفهوم الحرية الحرية بالنسبة لينا شخصين في معنى مفهوم الحرية هي قمة العطاء الوطني والتضحية المواطن يعني هي القمة أنك بتعنيك وتعطي كل ما جاء للوطن والمواطن للدين والعقيدة إلى آخره لما أتى سيدنا أو بكر دلعانه بكل ماله للرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو الرسول لكي يصرف هذا المال على فقراء المسلمين وعلى بناء الدولة التي أسسها الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة ثم أتى لدن عمر دلعانه من السوماني وإلى آخر بقمة العطاء الوطني والتضحية للمواطن للمواطن هي أيضا التعبير الحقيقي عن شيء حب الوطن للمواطن حب المواطن للوطن حب المواطن للوطن فهو بضحي وحب الوطن للمواطن ما يكونش الوطن هو قوة طاردة لأبنائه كما يحدث الآن إما لأسباب اقتصادية أو أسباب سياسية أو أي أسباب من الأسباب الأخرى اللي احنا نشايفينها الآن بتجعل هؤلاء الشباب اللي أنا ذكرتهم يعني الشابين اللي بطلت ساقه واللي سجن ثلاث سنوات وودعه تحت الإقامة الجبرية في بيت ثلاث سنوات أخرى يجبر على السفر أو الهجرة أو الهروب من البلد حب الوطن المواطن الوطن وحب الوطن المواطن وزي ما قال الأنب شنودة كلمة خالدة قالها إن مصر وطنا يعيش بداخلنا لاسا وطنا نعيش فيه مصر أو وطني سوريا أو بنجلديش أو باكستان أو السعودية أو الإمارات أو البحرين أو قطع أو البحرين إلى آخره أو تونس أو جزائر أو مغرب إلى آخره إلى آخره وطن يعيش بداخلنا لاسا وطنا نعيش فيه هذا ما قاله الأنب شنودة رعي الكنيسة المصرية السابق الحرية هي التي تبني الصدق والأمانة والشفافية المجتمعية يعني لو كنت أنا أعرف إن وطني حر وأنا حر هتكلم بمنتهى القوة وكون صادق مع من حولي مش حكذب عليهم مش حخاف إن أنا أقول الصدق لأن قول الصدق في هذا الوقت لن يجعلني أسجن أو أشرد أو أعذب أو أقتل حرية أيضا هي اللي بتبني وتمكن الشباب وكذلك اللي بتجعل الشباب الممكن قادر أن يتحول فيها بعد عائلة قيادات المستقبل قيادات الأجيال والحرية هي أيضا في مفهومي تبني المنظومات التي تدافع عن الوطن لأن يستطيع الفرد واحده أو حزب واحد أو جماعة واحدة أو كتلة واحدة أن تدافع عن الوطن أو تدافع عن التاريخ أو تدافع عن الثقافة أو تدافع عن القيم فلابد أن تبنى منظمات نحن نقاس أو منظمات نحن نقال نعيش في الدول المؤسسات لاسه في دول العنطريات والهرقليات والفرديات بتاعة شمشون وبتاعة هرقل راقل والمرأة الحديدية والمرأة مش عارف إيه والرجل اللي هو السوبرمان والرجل الخفاش والوطوات ده كل كلام فارغ لن يستطيع يعني ينقذ وطن أو يبني وطن ودفع الوطن شخص واحد كما يصوروا لك في الأهازين الأفلام هي قدر على بناء المنظومات التي تدافع عن الوطن وأخيرا وليس بآخر في هذه العشرينية لا ينتهي عنوان لمحاضرة اليوم هي روح حياة الوطن وحياة فؤاد المجتمع ودليل نجاح المواطن ونظام بناء المستقبل يبقى روح حياة الوطن حياة فؤاد المجتمعات دليل نجاح المواطن ونظام بناء المستقبل ده بالنسبة ما كتبته بعد هذه المكلمة الطويلة بيني وبين الأستاذ أسامة محمد لمدة ساعة تقريبة طيب النقطة التانية يعني أي حرية في القواميس في تعريفات أخرى دي كل الحاجات اللي أنا كتبت لدي حاجاتي أنا شخصيا يعني كل ما قلته لا هنا هو ده هذا ما يعني من قريحتي أنا بعد ما اهتديت بالتحدث إلى الأستاذ السلام محمد نائبة التعريفات في القواميس اللغة الحرية معناها إيه إن أنا دون جبر أو شرط أو ضغط أستطيع إن أنا أخذ القرار أختار الأصلح اللي أنا أراه الصالح لحد بيكبرني وبيشتغط عليها شيء وبيضغط عليها من الخلق أنا حر أختار الحزب ده أختار الرأي ده أختار الوظيفة دي إلى آخر الحكم الذاتي حكمي أنا على كيف أعالج الأمور وكيف أعالج المواضيع موضوع في الميا موضوع في المناخ موضوع في التعليم موضوع في البطالة موضوع في الكورونا إلى آخر شقي شخصي أنا ممكن أقوله دون حدود في بعض الدول بتفرض عليك إنك ما تتكلمش في أو ما تتكلمش عن الكورونا وتقول عدد الموتى اللي بيموت في كل مستشفى التعليف الثالث بالنسبة للقاميس هي التحرر من أي قيد القيود دي بتعمل إليه بتكبل طاقة الإنسان وإنتاجه إذا كملنا بالقيود وحصرنا بالخوف والفزع والهلع لن نستطيع أن ننتج ولن نستطيع أن نفجر طاقتنا من أجل الوطن ده بالنسبة للتعليفات موجودة في القوانيس الكلمة بقى اللي استصارتني في الحديث مع الأستاذ أسامة هي دي أنواع الحرية قلت بمكتب زي ما الناس كلها بتكتب أنا عملت 21 نوع ممكن أنتم تخلوهم خمسة عشرة عشرين خمسين خمسمية زي ما أنتم عايزين لأننا زي ما قلت تجمرارا وتكرارا من حق الإنسان لزي وزيكم يا شباب أنه يفكر وانا عرأيه ويقرى من عنده حصيلة علمية فليحولها إلى مفهوم مجتمعي يستطيع أن يستفيد منه الناس فأنا بعد عملي كعامل في العمل المجتمعي الميداني العمل إنساني أصبح عندي شيء من الحصيلة حطيت فيها الواحد وعشرين أول حاجة من أنواع الحرية هي حرية شخصية لي أنا لي أنا كشخص لابد أن أشعر بأني حرا حرية شخصية ثم من بعدها حرية مجتمعية المجتمع في حريتي يستطيع أن يناقش يفعل مبادرات يعمل تألفات يبرز ثقافات يعلي قيم وأخلاقيات وهكذا يبقى المجتمع لأنه من أول حرية مجتمعية حرية شخصية بالنسبة لي كيف أعيش حرا داخل وطن حرية اقتصادية داخل المجتمع على مستوى الفرد وعن مستوى الشركات وعن مستوى كل تشكيل مجتمعي كيف يكون عندنا حرية اقتصادية كيف نبني اقتصادنا الداخلي ونجعل اقتصادنا الداخلي يمتد لكي يكون جزء من بناء الاقتصاد الوطن ويكون مؤثر في الاقتصاد العالمي لم نكن حرا فلنطأ استطيع أن أبني اقتصاد حرية فكرية أنا بفكر في إيه مخي في إيه محدش ييجي ويقول لي يفكر زي ما هو عايز أبدا ما خافش وأنا بفكر وضع فكري وموضع التنفيذ كذلك حرية سياسية من حق أننا أنتمي لأي حزب مسجل رسميا في دولتي من حق أننا أنتمي لأي سياسة وأؤمن بها كذلك دون أن أخاف حرية ثقافية من حق أن يكون ليها ثقافة معينة أنتهج بيها أو أجعلها منهجاً لحياتي في مأكلي في مشربي في طعامي في لبسي في الموسيقى اللي أنا بسمعها في الأشعار اللي أنا بسمعها إلى آخر حرية في البحث أنا باحث ما عادش يقول لي ابحث في الموضوع ده ما تبحث في الموضوع ده ممكن أن أبحث في الموضوع عشان أخذ رسالة أو الدرجة أنا مش مقتنع بيه لكن لأن فرض عليك أن تبحث في هذا الموضوع حرية في التعليم أختار التعليم اللي أنا عايزه وأنا دايماً بأذكر ومنتهى القوة قمة ومجد مؤسسة الأزهر التي كانت تجعل من الطالب حراً في اختيار المدرس أو الأستاذ في اختيار المادة في اختيار الوقت بمعنى كان في حاجة اسمها أستاذ عمود 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 شايفين العمود؟ أي عمود لو دخلته الأزهر هتلاقوا فيه العمود ديكتدي وبتدي الطالب الأزهري في هذا الوقت الحرية في أنه يذهب هذا الشيخ أو هذا الشيخ أو هذا الشيخ يكون مثلاً في بعض الصلاة الفجر في عشرين أستاذ قاعدين تحت العمود اللي هم نسميه الآن أستاذ كورسي كل منهم بيدرس مادة مختلفة عن الآخر فأنا كطالب أزهري أروح للأستاذ ده بعد ذلك الفجر أسمع منه مادة الفقه والأستاذ ده الشريعة والأستاذ ده الحديث والأستاذ ده التفسير والأستاذ ده السيرة إلى آخره والأصول والحرية في التعليم في نفس الوقت وأنا حر في أختارك وما أتعلم يكون المجتمع بتاعي في فرص اللي ما تعلمته لكي تصبح حيثة علم جزء من الوظيفة بتاعتي حرية إيمانية أعتقد فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ذكر ربنا أعطى الحرية للإنسان اللي يكفر والحساب حساب هؤلاء الناس علي أنا مش عليكم أنتو أنا أنا حجب للإنسان أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين أبدا حرية في الإكسفات أنا عايز أنزل للصحراء الربع الخالي في السعودية أو أنزل مناطق اللي كان فيها عاد وثمود إلى آخره ما بين اليمن والسعودية أو أنزل في البحرين في صحراءها أو أنزل في صحراء في إمارات واكتشف أشياء ما يجيش حد يجي يقول لي أنت بتكتشف إيه هذا خطر أن أنا أنا كمستكشف أو كباحث جيولوجي أستطيع أن أنا أكتشف أشياء كتيرة جدا من أجل الوطن ومن أجل الدولة ومن أجل المجتمع ولي أن نتحرك حركية أتحرك ما بين المدن والقرى والمحافظات دون أن يخفني أحد داخل وطني وحتى ما بين الدول وبعدها وبعد حلالي فعيف أن أدافع عن وطني ولا أسمى أو أنعد بالإرهاب أو التطرف أو الرجعية أو الأصولية إلى آخره حلالي في الانتماء أنا بنتمي لفصيل معين إيه مش الفصيل ده شيء من الكيان المجتمعي بنتمي لهزب معين بنتمي لوطن معين بنتمي لثقافة معينة إيه المشكلة حرية في الوجود إن أنا موجود هناما أكون موجود كإنسان فلابد يكون حولي من يحمي وجودي أو قوانين تحمي وجودي حرية في المشاعر والشعور أنا بشعر بإيه بحس بإيه بتقلم لإيه حرية في الفلسفة اللي أنا بؤمن بيها محدش يجي يقول لي أصلي أنت مهارتق أصلي أنت كافر أصلي أنت خارج أصلي أنت معتزل حرية في الضمير محدش يجيكش في الضميري محدش يجيكش في زي من فاسم لما كان بيجوا في بعض الدول لما يجوا يتهموا بعض البنات أو بعض الشاب يقولوا إحنا عارفين أنت بتفكر في إزاي بقى إذا كان الملاكة ما يعرفوش أنا أفكر فيه فيش اللي يعرف بس الوحيد لربنا اللي أقول لك أيو أنا عارف أيو أنا عارف اللي في ضميرك إزاي حرية في العقيدة اختر عقدتي حرية في أنها تطلع في المستقبل اللي أنا شخصيا أو لمجتمعي أو الوطني أو لديني أو لذقافتي أو لقيامي أنها تتبوأ منصات عالمية حرية في أنه يهاجم من يهاجم بلدتي وطني ودفع عنها وحرية في أني كنت عندي رسالة ورسلتي أنا بنشرها على الناس دون أن أخشى من أحد هذه هي أنواع الواحد والعشرين نوع من الحريات اللي كتبتها بعد هذا النقاش الذي حدث بيني بين الأستاذ أسامة طيب إزاي نحصل عن الحريات في قاعدة ذهبية يا شباب بالنسبة لنا كلنا لابد نتكلم فيها ونقول فيها إيه قاعدة ذهبية دي ما فيش الحرية لا تهدى ولا تمنح ولا تعطى لأي وطن لأي مجتمع أو لأي فرد من أي وطن أو مجتمع أو فرد أو مؤسسة أبدا الحرية لابد أن تكتسب بطريقتين طريقة في الدول المتقدمة مشروعة شرعية لتصحيح مساء المجتمع معين يكون في دستور يكون في قانون يكون في مؤسسة دولة يكون في مستقلة يكون في الحاجات الديموقراطية وشورى إلى آخره وتستطيع بخلال سواء كانوا انتخابات أو تغيير سياسات إلى آخره أو استطاعات نغير هذا المصاري المجتمعي من أجل مصلحة الوطن والدولة في مصار آخر في الدول اللي هي مفهاش حريات دول الغاشمة البوليسية العسكرية الأمنية الطاغية إن لابد هيحصل فيها شيء من الحراك زي ما حصل مثلا في معا غاندي في الهند اللي هو بنسميها بالانجليزي اللي هو passive protest اللي هو عدم الاستجابة أو بنسميها أنتو الاعتصام المدني في سطاع غاندي هستعملش السلاح ويقبر الانجليز على التعامل معه كقوة مجتمعية هندية وحصل تغيير الإجابة المجتمع المنشوذ حصل في منطقة أخرى في جنوب أفريقيا مع الناس في مندلة والحزب بتاعه اللي ما اضطروا من التفريق العنصير اللي كنا عايشينها إلى إن الدولة أكبرتهم على أنهم يحملوا السلاح فيخش في مواجهات مع هذه القوى الموجودة في الدولة المحتلة وسجن نسبة مندلة زي ما احنا عارفين 27 سنة بعض الدول الدكتاتورية اللي احنا عارفينها في أماكن كتيرة جدا بتخرج بعض التظاهرات السلمية وبعض السلامات السلمية فبتعمل إيه الدولة بقى الغاشمة الدكتاتورية دي بتجعل من البلاطجة والشبيحة بتوعي أندسوا بين صفوف هؤلاء الناس ويحملوا السلاح ويحولوا الحراك السلمي إلى حراك على الأسف المسلح فيعطي زريعة للآخرين أنهم هؤلاء ويسموهم بأنهم رهبيين متطرفين أنهم أصحاب سلطة أنهم كل هذه الأشياء بتعملها هذه الدولة وبتساعدها دول أخرى وبتساعدها مؤسسات أخرى اللي هي غير راغبة بأن تعيش هذه الدول وأن هذه المجتمعات في ظل حريات وديمقراطيات تستطيع أن تبني بها المجتمعات دول مصارين كيف نحصل لحريات موطنية الصورة التي أنا رسمتها برضك قبل الأحداث بتاعة تونس والحمد لله هي يعني مش شكل امرأة تونسية هي شكل امرأة تعيش في القبل أو تعيش في الصحراء أو تعيش في الريف صلبة قوية عنيدة تمثل المجتمع تقف ضد الطغاء بالرغم ما أصابها من سهام أليمة وجراح عميقة أحد السهام في قلبها زي ما نشاهدين والآخر كان في يدها اليسرة لقلبها يدمي ويديها اليسرة تدمي تدمي أيضا تسير منها وهي استطاعت هذه المرأة العنيدة القوية بتمثل المجتمع أو الوطن تكسر القيود السلاسل الحديدية وبيد تدافع عن الوطن وبيد الأخرى تحمي المواطنين يدها اليمنى تحمي المواطنين زي ما أنتوا شايفين ويديها اليسرة تدافع بها عن الوطن بالرغم من أصابة يدها اليسرة بجرح عميق أو أصابة قلبها بهذا السهام اللي مش كان قاتل لكن القصة بتروي لنا إيه إن هذه المرأة دمائها اللي نسالت على الأرض التي أنبتت هذه الزروع اللي هي المستقبل الباهر المظهر يعني معناها أن الحرية مش ببلاش نجد أن المرأة دين بالكو في هذه الصوت تصور أغطاء الرأس اللي عرصها كبدوية أو كجبلية أو كريفية الجزء الأيمن منه مزار الماضي بتحدث عن إيه الماضي اللي هو في الظلم والمعاناة الجزء الأيمن منه لونه دهبي بتحدث عن النصر والفخار نتيجة لما عانت منه هذه المرأة ودائما أنا أمثل المؤتمر بالمرأة إن المرأة هي الحاضنة لكل هذه المجتمعات كيف أنا حافظ على حرياتنا نقول مرة تانية أول شيء سناخد الحرية بعد أن أخذنا الحرية نستثمر في كافة أنواع التعليم دون استثناء ونجد فرص عمل لكل المتخدمين من أنواع التعليم المختلفة دي نمرة واحدة نمرة اثنين نستثمر في بناء قطاع مدني قوي ومستقل ومعنظمات ومؤسسات مجتمع مدني قوية ومستقلة نمرة ثلاثة نستثمر في إنشاء منظومات مختلفة لرفع الواعي المجتمعي شوفي نحطي الثلاث دول في الأول إزاي؟ لأنهم دول أهم شيء في المحافظة على الحرية إنشاء منظومات مختلفة رفع والمحافظة عن مستوى الواعي المجتمعي لدى المواطنين المرة أربعة ودي أهم نقطة في الستاشر نقطة نحن سكرها اليوم محاربة الإقصاء والتطرف والإرهاب من خلال مبدأ التمكين تمكين مين؟ تمكين المواطن من هو المواطن؟ هو المالك الحقيقي للحكومة والدولة والوطن وهو الرعي للحكومة والحكومة ما هي إلا خادمة للمواطن صاحب الأرض وصاحب السماء وصاحب الوطن يبقى أقول تاني مرة تانية محاربة الإقصاء والتطرف والعنف ومن ثم الإرهاب من خلال إعلام مبدأ تمكين المواطن الذي هو المالك الحقيقي للوطن والدولة والرعي للحكومة ده هو القاعدة الأساسية التي ستؤثر لنا أو تؤسس لنا أسس الحرية نعم الخامسة المحافظة على القانونية واستقلية مؤسسات دولة تبقىش في مؤسسة ياخدها رئيس كده مؤسسة ياخدها وزير كده مؤسسة ياخدها رئيس وزراء كده ولا أمير كده ولا كده كل ده كلام فارغ يعني وخاصة أنا أذكر من هذه المؤسسات كم مؤسسة مؤسسة العسكرية تكون مستقلة الأمنية تكون مستقرة مستقلة 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 الإعلامية تكون مستقلة التشريعية تكون مستقلة القانونية تكون مستقلة الدينية تكون مستقلة ست مؤسسات يكونوا مستقلين عن أي جهة تنفيذية مهما استعظمت هذه الجهة التنفيذية لأنها هي المؤسسات التي تراجع وتحاسب الحكومة وتحاسب مؤسسات الدولة محاربة الفساد المجتمعي والحكومي ومؤسسات الدولة محاربة البطالة وبناء منظمات منظومات مختلفة لإيجاد أو خلق فرص عمل المواطنين من خلال الاستثمار في المجالات التالية أسواق الشعبية دائما أنا بأركز على أسواق الشعبية لأنها تستطيع أن تستوعب طاقات كثيرة ممن ليس لهم حظ في التعليم أسواق الشعبية المبادرات والمشاريع الزراعية مشاريع صيد الأسماك والتربية الحوانية والحرفيات والمهنية المواصلات التقادير الشعبية داخل وبين القرى والمدن كل هذه الأشياء وغيرها بتجعل زخم كبير جدا ملايين من الناس تستطيع أنها تجد لها فرص عمل داخل هذه المنظومات التشغيلية اللي هي بتؤسس لبناء الاقتصاد الوطني اللي فيه جزء كبير جدا منه اللي هو الاقتصاد الغير تقليدي مش التقليدي الغير تقليدي ثمانية تشجيع دول مرأة والشباب مبادرات اللي بتوماية النساء والشباب نسجعهم تشجيع التواصل بين مواطنين يمكنش فيه لقابة على المكالمات في قفل صفحات الفيسبوك والتويتر والحاجات دي كده من جهات الأمنية زي ما احنا شايفين اللي بيحصل دلوقتي تشجيع التعددية الإعلامية ما هي المشكلة يكون عندي 30 50 100 محطة بس كلها مستقلة هتقدرها جهة واحدة والإعلام البديل نشجع الإعلام البديل عشان ما يكونش فيه إعلام حكومي فقط يقول رايش الحكومة فقط فيه المشاكل المجتمعية اللي نلجأ لحلها بالأمور اللي الأمنية ولا العسكرية أي شيء مشكلة مجتمعية يتصدى لها المؤسسات المدنية المجتمعية أو مؤسسات الدولة ولا يتصدى لها للأمن ولا الجيش سمارف تنمية محافظات الحضرية دايما كل محافظات الحضرية في كل الدول بيبقى يعني فيها الناس خايفة من أهلاء تصمهم بالخاونة أو لا تثق فيهم خاصة للأمن ومخابرات سمارف تنمية محافظات الحضرية نميها علشان تكون هي محافظات مدافعة عن حضر الوطن وتمكن أهلاء فيها والثقة في وطنيتهم وعدم تخوفهم أو تخونهم حصلت في دول كثيرة زي ما احنا عارفين تخون هؤلاء الناس وتهمهم بالأرهاب وكذا 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 إلى آخر وتشردهم وتهجرهم من أماكن وشركة الأقليات اللي موجودة عندنا في داخل الدولة في داخل الوطن من العلقيات مختلفة أجناس مختلفة ثقافات مختلفة أديام مختلفة إلى آخر وشركتهم في إيه في مسيرة البناء المجتمع الوطني نستفادها من التقاطي المهاجرة على أن كثير جدا من الدول في أفريقيا وفي أسيا اللي هم عشرات الملايين من أبنائهم اللي احنا نسميهم الأياد المهاجرة أو العقول المهاجرة موجودين في أوروبا وفي أمريكا وأماكن مختلفة نستفيد من التقاطي كلها علميا تقنيا إعلاميا ماديا حقيا تمثليا ومناصة سماح بالتعدليات والتنوعات الحزبية يبقىش حزب واحد حزب اللي عاجب الرئيس أو الرئيس يقول نحن نعمل خمس أحزاب بس بشرط كل ذا كلام فارغ وذا كلام فارغ باستمر في أهمية البحوث وخاصة البحوث العلمية تطبيقية وبناء المؤسسات الفكرية اللي هي بتصنف النازل مكتب بكلم مع عودة الشباب نحن نصنف في العالم كله من خلال اللي هم نسميه think tank الرسالة نهائية بقى للشباب يا شباب لأنك طولت عليكم النهاردة لما أتخيل إن الكلمة دي هتكون أقصر من كده إن ما نريده اليوم وكل يوم هو الحرية الكاملة حرية الوطن والأجيال القادمة الحرية لمن؟ للحياة والمخلوقات التي تعاني من عدم موجود حريات للبشر الذين من أجلهم خلقت هذه الكائنات الحرية للمشاعر والأحاسيس والأحلام والآمال والأفكار والرؤى الحرية للمفعالات والمبادرات للحرية الحبيسة وراء القطبان وخلف الجدران وبين الآهات وأنهار الدماء الاتسالة من أرواح الشهداء الحرية للأرواح والأنفس الحرية للتنفس والتنهد الحرية لعبير الذكر وعتر الفكر الحرية للفلسفات والآراء والنظريات والأطرحات الحرية لعز الماضي ورونق الحاضر وبهجة المستقبل الحرية لدمعة العين ولمسة اليد وهمسة الأذن الحرية لدقاءة القلوب ونفاذ البصائر ونقاء الصرائر الحرية لسكينة النفوس وتمأنينة الأرواح وراحة الفؤاد الحرية للكد والسخب والضجر والكبد والدر والعدد والعدد الحرية لتذوق والتشوق والتأمل والتدبر والتماعن والتفكر الحرية للهوام حتى الهوام نعطيهم الحرية والعوام والثقام والقوام القائمين علينا والهيام والمرام الحرية لكل هؤلاء الحرية الغائب والحاضر والقاسي والداني والحي والميت والكافر والمؤمن والعدو والصديق والوضيع والعزيز والفقير والغني والعبيد والسادة والظالم والمظلوم والراشد واللئيم والخسيس والأصيل والبخيل والكريم مهما كانوا لابد أن يتمتعوا بحرية الوطن الحرية لأصحاب الحاجات وأصحاب العصرات وأصحاب الكبوات وأصحاب الفاقات وأصحاب السلطات أيضا فكلنا أحرار كما قال عمر الفاروق ردل عنه عمر بن عاص ردل عنهم حينما تسابق ابن عمر مع المصري فضرب ابن عمر المصري واستعمله كأنه عبد أو كذا مستخدم عنده فقال سيدنا عمر كلماته الشهيرة هذه أو الخليد هذه ماذا استعبدتم من ناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا فلنعش وعاء وعاء سماوي وكساء نبوي ووجاء عقدي ومقام سعدي وخلود أبدي وإخاء أزلي وصمود صرمدي هذه الحرية يا شباب أحبتي أن الأحرار لا يموتون ويتعلموا أنكم إن شاء الله سبحانه وتعالى لن تموتوا أبدا فحياتكم موت وموتكم حيات حياتكم موت لمن للظلم والظلامة والجهل والجهالة والفساد والإفساد والركون والخنوع والذل والمذلة والهوان والمهانة والبغي والطغيان والكفر بالرحمن ومعية الشيطان وحياتكم موت أيضا لفكر من شردوا العباد الفكر من شردوا العباد ودمروا البلاد وتفطرت منهم الأكباد وسالت بجرمهم أنهارا من أحلام وأعمال أطفال واليتام والأيتام والأرامل والأرامل والأيتام موت لكل هذا الفكر السيء البغيد القميء موت لفكر من ليس لهم قلب لفكرهم ينبض من ليس لهم قلب ينبض أو سمع يدرك أو فؤاد يبصر أو ضمير يوقز أو أحاسيس تشعر أو لسان يشكر أو ورد يحيي مواة النفوس وخلاص الصلاة من أغلال شيطان رجيم ملعون أثيم من الله إلى يوم الدين فكر هؤلاء أن نحارب الفكر ونقتل الفكر ونحارب الفكر بالفكر وموتكم حياة حياة لماذا؟ حياة تحيي القلوب والأفئدة الضمائر والصرائر النفوس والأرواح الهجي والهداية الإيمان واليقين العلوم والمعرفة الجهد والاجتهاد الجد والجهاد العدل والعدالة الرحمة والمغفرة العمل والمصابرة التجديد والابتكار الإبداع والاختراع البناء والتنمية والحياة بلا شقاء وحمد الله في الدراء والسراء موتكم يا شباب حياة لكل هذه المنظومات فإن أردتم أن تحييون هذه الحياة الأبدية الأزلية السرمدية فعليكم أن تصنعوا ماذا تصنعوا يا شباب مجدا لمن بعدكم تتموا عمل من سبقكم تتركوا علما لمن بعدكم تكونوا ذخرا لمن حولكم ولا تبغدوا من ظلمكم ولا تبغدوا من ظلمكم فالظلم كره والكره دلالة والدلالة غواية والغواية تصنع النفس الأمارة بسوء لن يقينا وظلم لن ينجينا وفقر لن يتعمنا ويسقينا بل عليكم يا شباب أن تكاهوا الظلم الذي كان يتزين به الظلم تدعو لهؤلاء الظلم بالرحمة والمغفرة والهداية والرشاد وقد يسير منهم من يصبح أعظم عدلا مننا وأشد حرصا علينا وأليا قلبا من قلوب العباد الزهاد العارفين بالله من الأوفياء والمنتقين لا ندري قيل في عمر حينما التقى بأحد المهاجرين وامرأته وكانت هذه المهاجرة وزكاة قالوا في عمر رضي الله عنه لسدت غبزته وقصوته عن المسلمين والله لو أسلم حمار من الخطاب لن يسلم من الخطاب فلما أسلم من الخطاب أصبح قلبه أليا من قلوب العباد والزهاد والعرفين بالله يا شباب أنكم لم تخلقوا لتموتوا ولم تسكنوا جنة الأرض لتعيشوا ولم ترزقوا لتغنوا أصباح أغنية ولم تغنموا لتسعدوا ولم تؤمنوا لتنجوا ولم تدخل الجنة لتنعموا بل خلقتم لتحيوا أركان الحياة وسكنتم لأتمئن لسكناكم الأنام وارزقتم لتغنوا العوام وغنمتم لمنع الضر عن الغافل واليقزام وأمنتم لتسلموا سرائركم وضمائركم وجوارحكم لغفور من نار وتدخل الجنة إن شاء الله رجينا النظر والنظرة والردى والصحبة في ظل عرش الرحمن أيها الشباب إنكم إن شاء الله لن تموتوا أبدا الظهر لن تموتوا أبدا الظهر إن اسمعوا دين عهدتم الخالق الخلاق على أحياء قلوب المحتاجين من المساكين المصدعفين فرسالتكم من هدي رسالات الرسل ونبوآتكم من وحي نبوآت النبوة وفضلكم من زاد الزهاد ورحماتكم من رحمة رب العباد إنكم لنتمتون إن شاء الله إن حافظتم على العهد وسرتم في الضرب وسلكتم مسالك العارفين واسترشرتم برشاد الراشدين واهتديتم بهدي الأنبياء والمرسلين فما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور للزائغين ومن الإيمان مارقين أما الدار الآخرة فهي بهجة العاشقين حبور الصابرين وسرور المعذبين ورجاء السالكين في دروب المرسلين راجينا خصد النظر إلى شكور يحب الشاكلين أشكركم جميعا يا شباب وآسف إن أنا أطلت عليكم اليوم كنت أتمنى أن يكون اللقاء أقل من هذا الثمن ولكن اتتعت أحداث اللي حدثوا تارت شخصيات كالكلمة عنهم في أول محاضرة هم الذين دفعوني بهذا الحماث لكي أنهي هذه المقولة معكم اليوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أراكم إن شاء الله يوم الجمعة القادمة الساعة ستة ونص في نفس المحاضرة باللغة الإنجليزية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة